الفتاح السيسي يستقبل منتخب الأولمبي تحت 23 سنة بعد فوزهم بالبطولة وتأهلهم إلى أولمبياد توكيو 2020 زي ما حضراتكم شايفين دي صورة اللي ساتر رئيس قرم فيها شباب منتخب مصر الأولمبي في أصر الاتحادية كابتن شاوي غريب طبعاً وكل السادة المسؤولين والأستاذ عمر الجناني كلهم كانوا حرصين على أنهم طبعاً يكونوا موجودين في تكريم أعتقد أنه هو الأكبر لما تتكرم من رئيس بلدك وأن يكون عندك الفخر وأن تواف قدامه وتسلم عليه وتكون عملت حاجة لبلدك وعملت حاجة لمصر وطبعاً حضر أيضاً للتكريم دكتور مصطفى مطبولي رئيس الوزراء وأيضاً الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ده رمضان صبحي كابتن منتخب مصر وسادة الرئيس في التكريم وزي ما حضراتكم عارفين طبعاً أن السفير بسام راضي صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات وإسامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية مؤكداً سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفاوق بذل الجهد ووصولاً للهدف ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ومن جانبهم أعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم السيد الرئيس لهم الأمر الذي يعكس تقدير ورعاية سيادتور للرياضيين المتميزين في مصر فضلاً عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية نروح لخبر تاني مهم عالمي بس خاص بالنادي الأهلي والنادي الأهلي بسم الله ما شاء الله عالمياً وأفريقياً ماشي بشكل كويس جداً زي ما تكلمنا على فوز النادي الأهلي أفريقياً هنتكلمنا على تفاصيله هنروح أيضاً لمشاركة النادي الأهلي في مؤتمر وينبلي شارك النادي الأهلي في مؤتمر وينبلي الدولة تلبية للدعوة لتلقاها النادي في إبريل الماضي ولا يكون النادي الأفريقي والعربي الوحيد بين صفوف الأندية والعالمية المشاركة في هذا المؤتمر والذي يقام كل عام كملطقة بين الأندية العالمية المقبلة على مشروعات إنشائية جديدة أو التي تسعى لتطوير منشآتها الحالية بما تفق مع الميزانية المالية والقيم التسويقية التي تعكس الجماهيرية الغفيرة للأندية القبرى شارك طبعا في المؤتمر البشماندس محمد سراج واللي قدم طبعا كان بتكليف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس صدارة النادي الأهلي وقدم عرضا كاملا عن تاريخ الأهلي وجمه هاريته في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بوصفه نادي القرن الأفريقي وأكثر الأندية تحقيقا للبطولات في العالم بشماندس محمد سراج تطرق لقيمة الأهلي التسويقية وحجم فروعه ومنشآته المختلفة ودوره المجتمعي وحجم الميزانية الأخيرة ومشروعاته السابقة والمستقبلية طبعا جاءت مشاركة النادي الأهلي في هذا المؤتمر للترويج لإسم والعلامة تجارية للنادي ومشروعاته على النطاق العالمي ومواكبة ما هو جديد والاستفادة مما توصلت إليه تجارب الأندية العالمية في مجال التطوير والتسويق لمشروعاتها ده بالنسبة لخبر المؤتمر اللي النادي الأهلي بيشارك في وامبل النادي الأهلي يؤدي ميرانو غدا استعدادا لودي ذجلة في بطولة الدوري زي ما قلت لحضراتكم من النادي الأهلي